السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كمال الدين وتمام النعمة عنوان جميل والله أعترف لكتاب رافضي ماذا أراد الرافضي بهذا الكتاب؟ كتاب كمال الدين وتمام النعمة أراد بهذا الكتاب اللي عنوانه ملفت للنظر مغري يعني عنوان بتشوفه بتقول والله خليني أرى هالكتاب عنوان جميل وهو مستقى من قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إلا أن مؤلف هذا الكتاب اللي هو ابن بابويه القمي الملقب زورا بالصدوق حصر كمال الدين وتمام النعمة بالإمامة بمعنى إذا تحققت الإمامة كانت دينه كاملا إذا ما تحققت الإمامة صارت دينه ناقصا لكن تعجب أن كمال الدين يتحقق بإمامة ما ذكرها القرآن الكريم لا وجود لها أبدا لا من قريب ولا من بعيد حتى إن كمال الحيدري أسأل الله يهديه لأن اليوم أرى أنه حقيقة شديد على هؤلاء وين من زمان من كم سنة كنا أعددنا العدة للرد عليه الآن هو وفر علينا كمال الحيدري راح صرح بأن كل أدلتنا حول الإمامة محفوفة بسياقات تأبى أن توافق عليها أحسن إذن أعزائي قرينة السياق ولذا وإحنا يكون في علمك كل الآيات لا أبقي ولا أذر كل الآيات التي استدل بها على مسألة الإمامة والولاية كلها محفوفة بسياقات لا توافق عليها آية الولاية وين إنما وليكم الله روحوا شوفوها مرتبطة بأنه تتولى الآخرين أولاء جوز تتولى الآخرين اليهود والنصارى أهل الكتاب روح قراء اليوم أكملت لكم دينكم وين شوف قبل هشكوا وبعد هشكوا آية الإمامة ما لإبراهيم أصلا أنتوا شا عليكم بإبراهيم أخيرا أصلا أنتوا شا عليكم بإبراهيم الله ده يقول لإبراهيم إني جاعلك للناس إمامة شون يطلع من بطنها إني جعلوا علي إمامة أغل شنو علاقته تقول لي رواية أعم وإحنا قلنا بابا البحث شنو هو اصطفوا معنا على صراط إنتوا لوعدكم بحث روايي خلينوا ندخل للبحث الروايي لوعدكم بحث شنو دلالة الآية دلالة الآية الآية تقول إني جاعلك للناس إمامة قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين ومن أهم أدلتنا آية الإمامة بابا شنو ربط هاي مربوطة بمن ها بإبراهيم إلا وين تروح تروح إلى ذيل الآية تقول عند ذرية ومن ذريت منه رسول الله وعلي بن أبي طالب وهذول لم يقع منهم ظلمون إذن مشمولين شنو بالآية المباركة ولا أصل الآية شنو علاقت طبعا هو هذا الطريق اللي ذهب إليه علمانها وإلا الإمامة مربوطة بإبراهيم قالوا ها باعتبار قال ومن ذريتي إذن الإمامة موجودة وين في ذريته ولكن مو مطلق الذرية لأن القرآن لم يقل ومن ذريتي قال له نعم قال له لا ينال عهد الظالمين يعني أخليها بذريتك ولكن بأي شرط شنو بشرط أن لا يكون ظالم خونانا مولانا حار فق علماء الكلام عند الإمامية واقعا حار روحوا أقرأوا كلماتهم أنه ألا يكون ظالما لأنه هذه واحدة من الأدلة لإبطال خلافة منه خلافة الأول يقولون لأنه كان مشركا ثم صار شنو هذه واحدة من أدلتنا يقولون أي دليل ماكو على أن المشتق يشمل من قضى عنه المبدأ نعم الآن لابد ليكون ظالم أما سابقا ولا في حياة الذرة أن يكون ظالم هاي من ينجايب بيها ولذا تجد لأنه المحققين من علمان من التفتين لهذه القضايا تجسد كاظم الحائري في هذا الكتاب الإمامة والمجتمع واقعا بالشق الأنفس الذي يخلص شنو من هذه الإشكالية أنه بابا هذه تدول أنه وقت الإمامة ليكون شنو ها ليكون ظالم كما أنه أنت تشترط عدالة تشترط تشترط بما بما مضال وبالفعل تقول ليش أنت من تعصر لأبو بكر عمر أتريد تسوها شنو بما مضال هاي مني تتصورون هاي القوايا ببساطة مثلا يأتيك بقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمامة تعرفوا لي راحوا عند هذه الآية ما فيش صريح بقرآن وإذا قلت لهم أنه طيب ليش القرآن ما ذكر قالوا السنة الصلاة أنتوا تعرفوها بالقرآن تفاصيل الصلاة هل ذكر القرآن الصلاة نعم قالوا أقيموا الصلاة ما بيكفي صح ما بيكفي لأن السنة هي تعطينا التفاصيل بس على الأقل يعطينا المبدأ مثل ما أعطانا مبدأ إقامة الصلاة مبدأ إيثاء الزكاة مبدأ صوم رمضان والتفاصيل متروكة للسنة لكن حتى المبدأ ما ذكروا وبه يكمل الدين طيب والتوحيد الآن توحيد إذا التوحيد كان بدون إمامة كمان الدين نائس يا عمي التوحيد هو أصل ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم هو سبب الحرب والدماء التي جرت بين جيش المسلمين وبين جيش المشركين كمان بالتوحيد بيبقى الدين ناقص مع التوحيد يعني الله ما أسأل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فكيف مع التوحيد ناقص إلا بالإمامة بيكمل والإمامة ما ذكرت بالقرآن مش غريب هل يستحق بعد هذا بالله عليكم أن يوصف هذا القمة بأنه صدوق بل في مسألة التحريف القرآن والروايات المجموعة فيها صرحوا بأن روايات التحريف ثابتة وأن نقض هذه الروايات يودي إلى نقص الدين الله أكبر تفضل يقول يوسف البحراني الواجب إما الأخذ بهذه الأخبار كما هو عليه متقدم علمائنا الأبرار أو تحصيل دين غير هذا الدين وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم تمامها لعدم الدليل على جملة أحكامها يعني هذه الروايات تتضمن أيضا أحكام وفوائد يتم بها الدين رواية التحريف فإذا ألغيناها ألغينا كل شي خلاص الدين ناقص الدين بدون روايات التحريف ناقص يا أيها الأحبة شوفوا شوفوا التشيع على وين وصل هذا من شيء عشر خمس عشر سنة دعوهم فإنهم يقولون لا إله إلا الله هم إخواننا في العقيدة هم إخواننا في لا إله إلا الله حرف كتاب الله يعني يعني السؤال الآن ولو حتى حتى يعني إذا ألغينا نظفنا كتب الشيعة من روايات التحريف نظفناها صار الدين ناقص عجيب هذا بالرغم من زعمهم أن الدين لم يكمل وأن النعمة لم تتم هي تمت عند أهل السنة ولله الحمد نعم الدين كمل والنعمة تمت بس وين أين أين نزلت هذه الآية التي اعتمدها مؤلف هذا الكتاب اقتبس منها عنوان كتابه كمال الدين وتمام النعمة اقتبسها من قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا من هذه الآية لكن وين نزلت هذه الآية واين نزلت في يوم عرفة وكان وافق انه يوم عرفة يوم جمعة سبحان الله كان الحج في ذاك الحج كان حج بركة كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يوم عرفة وكان يوم جمعة في يوم وحج يعني لا اغرب ان قلت انه افضل حج وابرك حج وفي هذا اليوم نزلت هذه الآية في عرفة مش في كربلا لا مش في غدير خم كربتم لا هنه شو بيقولوا كما في هذا الكتاب انه الله سبحانه وتعالى بقي يقول يا ايو الرسول بلغ ما ازل الى كمرة بلغ ما ازل ما بلغ بلغ بل وهدد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تفعل فما بلغت الاساء فبقي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابطأ بالتبليغ هكي يقوله ابطأ بالتبليغ في غدير خم اول شي نزل يا ايوه نبي بلغ ما ازل اليك من ربك فابطأ النبي فنزل قوله تعالى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فقال النبي صلى الله عليه وسلم فورا فورا بعد ما نزل التهديد سيناريو اخوان سيناريو انت لازم تعرفه السيناريو فقال من كنت مولاه فهذا علي هو مولاه فنزل قوله تعالى حينئذين اليوم اكملت لكم دينكم ليه لانه قال النبي من كنت مولاه فهذا علي هو مولاه هذا باختصار من الكتاب كمر الدين وتمام النعم وبيجيك واحد مثل الخميني ويقول وبالإمامة تكتمل اعفوا يكتمل الدين والتبليغ يتم يعني يعني كل كل جهود النبي صلى الله عليه وسلم قبل غدي الخم كانت جهود ناقصة التبليغ ناقص كل ما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ناقص بس في آخر عدة أيام من حياته عليه الصلاة والسلام لما قال من كنت مولاه فهذا علي هو مولاه اليوم اكملت لكم دينكم هلأ صار الدين كامل ايه فحينئذين جاء عمر وقال مثل ما قال لي واحد لبناني شيعي بخن بخن لك يا علي قد صرت مولايا ومولا كل مؤمن ومؤمنة اولا مش بخن بخن هذا البخن هذا هو البخن بخن وهي كناية عن ايش عن الاختباط يعني يعني يغبط علي على هذه المنزلة العظيمة من كنت مولاه فهذا علي هو مولاه طبعا هذا مش موضوعنا الآن وناقشنا وبينا وافحمنا كله من كنت مولاه هذه وجهت الى بوريدة لما اظهر بغضا شيئا من البغض لعلي رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك طيب انضيف عليها بس على السريح حتى ما تشكل عند احد لفظ المولى هو القرب والمحبة والله لو اراد منا ان نفهم المولى على معنى الامام لما وصف نفسه بهذه الصفة اذ قال والله ذلك بان الله مولى الذين آمنوا مولى مولى وان الكافرين لا مولى لهم شو لا مولى لهم يعني ما عندهم ام ورؤساء جمهورية وملوك بلى كيف لا مولى لهم هن عندهم موالي آه ليس المقصود الامامة كما كما يزعم الشيعة المولى هو المحب والقريب والنصير انت مولى انا فانصرنا على القوم الكافرين هلأ هذا كما قلنا الموضوع يختلف عملنا محاضرات حول معنى لفظ مولى وابطال استدلال الرافضة بهذا الحديث اما كون علي مولى كل مؤمن موجود حتى الان عند الشيعة لا كان لانه مات ما هو المولى يعني الامام لا يجي بعده الحسن فلما مات ما عاد هو المولى صار الحسن هو المولى نحن عنا الى يوم القيامة علي مولى كل مؤمن ومؤمن ليش لاننا ندين له بالقرب والمحبة والنصرة والمولى وهو من الولاء وليس الولاية وليس الولاية هيدا الان كلامهم لكن يبدو لانه سيدنا علي اصر على ان ينقص الدين كيف لانه بايع ابا بكر وعمر وعثمان ايه بس كان كان غصبا عنه شو غصبا عنه شو غصبا عنه كان الجيش بايده وحارب مسيلمة كيف غصبا عنه 25 سنة بيئة غصبا عنه ويسمي ابنائه باسماء ابي بكر وعلي وعثمان ويزوج عمر بنته ويبايعه يمكن لتحقيق وحدة الامة وعدم شق وحدة الامة اه ممتاز بس دخلكم ليش لما عرضوا عليه البيع الامامة بعد مقتل عثمان قال دعوني والتمس غيري فاني لكم وزيرا خيرا مرتبة الوزارة عن سيدنا علي خيرا من مرتبة الامامة فاني لكم وزيرا خيرا لكم مني امامة نهج البلاغة وين الان حتى ما يفرق وحدة المسلمين وين كان مرغم على امره الان عم يعرضوا عليه كيف كيف يقول دعوني وانتمس غيري هذا اول نقص الآن عمله سيدنا علي النقص التاني شو راح جمع القرآن ايجنا عند ابو بكر عمر هذا هو كتاب الله على حده كما نزل على رسول الله صلى الله فقال لحاجة لنا بهذا القرآن قد جمعنا القرآن نعم فقال اخذت حرد زهل والله لن ترونه لن تروه بعد يومكم هذا الى يوم القيامة المهم انني اقمت عليكم الحجة وقلت لكم انا كتبته هيك بتقوم عفوا هيك بتقوم الحجة بيروح بيكتب وبعدين بيقفين عادة الان وما كان يعني اذا واحد مسلا بدي يعمل البحث يحقق كتاب بيروح بيجيب مخطوطة ممكن يسافر على بلد اخر يجيب مخطوطة تانية بيروح على بلد تالت حتى يجيب مخطوطة تالتة حتى يقارم بين المخطوطات حتى يعرف القارئ الان اي النسخ اكمل وبيطلع بعد مراجعة المخطوطات بيطلع الكتاب ماشاء الله متكامل بس ماذا فعل سيدنا علي الان هل قال يا ناس اتفضلوا هذا كتاب قارنوه هذا القرآن الذي جمعته انا قارنوه بالذي جمعه او بكر وعمر حتى اقيم الحجة عليكم ها ها بيروح اهل مشاني ايميل حجة علينا نشوفها انا كتبتها بس انتو زعلتوني لانو انتو قلتوا انو ما بيحاجي خلص انتو ما بيحاجي خلص انا هخبيه بالسرداب طب الناس بيحاجي لا ما عليش الناس القرآن حجة اه صحيح بس انا زعلان من او بكر وعمر مشان هيك انتو ما حتشوفوا القرآن طب شخصنا نحنا عندك قضية يا عمي خليها ما بينك و بين او بكر وعمر بس نحن ما تحرمنا ما تحرم اجيال وقرون قرون بعد قرون سبب زعل هيك صغير اخذتك يعني سيدنا علي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم انه لا ينتقم لنفسه وانما ينتقم اذا اذا يعني انتهكت حرمات الله وهذا هذا انتهاك لحرمة رب العالمين انه يجمع قرآن ابو بكر وعمر على زوء وعلى كيفهم فمفروض انت الان متى ذاك الغضب يعني عفوا يعني بكلامي بردون ما تزعل يعني فمفروض انك تتحداهم وتقولوا انتفضلوا هايدي نسختي الكاملة شو عامل سيدنا علي الان الشيعة ميت بحظن تلاتمية مرة ذكر سيدنا علي بالقرآن طب وان انا عطينا واحدة من هون ما موجود مع القرآن اللي جمعوا علي طب وان وان بدنا نعرف وان وان اذا فاذا الدين نقص من خلال ايش مبايعة سيدنا علي للنبي فكذا كان رب العالمين هدد النبي لمجرد موضوع ان يبلغ ووعده بالعصمة طيب اللي وعد النبي بالعصمة من اجل التبليغ الا يشمل وعده بعصمة الامام حتى تتحقق امامته وين عقيدة اللطفة اللي عند الشيعة من باب اولى اذا كانت الامامة بها الاهمية هاي بحيث ان رب العالمين يهدد نبيه اذا لم يبلغ طيب ليش رب العالمين ما عصم الامة من ايذائهم والتنكيل بهم وحرمانهم من من الامامة اذا لازم نقص الدين من خلال امرين الامامة وروايات التحريف اذا ألغينا روايات التحريف التي تثبت تحريف القرآن راح الدين خلص ما عاد عندنا شيء عاد الدين الى النقص نرجع من الاول بارك الله فيكم هذا الرغب بين الامامة وبين كمال الدين مصيبة يلزم معها بقاء الدين ناقصا الى يوم القيامة وإلا يعني مفروض وحب الوزر ليش رب العالمين ما ذكرها بالقرآن لأهميتها ولأن عدم ذكرها يؤدد ايش يؤدد الى نقص الدين كيف يهدد الله النبي اذا لم يبلغ ويعيده بالعصمة لتمكينه من من تبليغ الناس بالامامة ثم لا يعصم الله من جعل له الامامة ايأمر بالتبليغ ثم لا يعصم صاحب الامامة لا يعصم صاحب الامامة على تحقيق امامته مش ممكن مش ممكن وين المنطق وين العقل ويلزم ان علي ساهم في اعادة الدين الى نقصه ببيعته لابي بكر وعمر وعثمان وعجيب انه في واحد اسمه علي المحسن قال ان النبي خير خير بين عفوا سيدنا علي خير بين الامامة وبين ابنته ام كلثوم فاختار الامامة واثر ان يضحي بابنته من اجل الامامة عفرم عليك عفرم عفرم عليك عفرم عليك وبعدين شو صار بالامامة اللي ضحى بابنته من اجلها يا علي المحسن شي عجيب والله شي عجيب شو صار بالامامة راحوا بايع ابو بكر طيب عمر امره ان يزوجه مش بس كمان كمان شو قال علي المحسن ايجا سيدنا عمر اره لسيدنا علي من بعد ما تزوجه الان عنده ولد من ام كلثوم بنت علي سميه سميه اه لا 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 لما اجلها سيدنا علي ابن اجلها سيدنا عمر هيك اطلع بسيدنا علي هيك قال له سميه عمر احات 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 انا عمر وراحوا سميه سيدنا علي سمى ابنه شو عمر لان ما شألته من السؤال الثاني ان امير الممنين شمى ابنائه بابو بكر عمر عثمان وهذا طبعا هم ايضا هؤلاء يشتدلون من ذلك على ان امير الممنين يحب ابا بكر وعمر وعثمان لان لانه شمى باشمائهم ونحن نقول انهم رووا ان عمر هو الذي شمى ابن امير الممنين بعمر في بعض الروايات الان لا يحضرني مكانها ان امير الممنين سلام الله عليه بشر بولد ولد وكان عمر جارش قال شمه عمر فامير الممنين ما اراد مجادلة و رد والانكار على او تغيير حتى لا يحمل على محام الاخرى ومن اجل كف الشر سماه عمر لا لمحبة عمر ما شاء الله سمى ابنه عمر ليس محبة لعمر وزوج بنته لعمر ليس محبة لعمر وبايا عمر ليس محبة لعمر وقال لعمر لا تذهب بنفسك لملاقات الروم لانه لا مرجع للناس يرجعون اليه بعد ليس محبة لعمر فهمونا ما شو الشخصية هذه التي تفعل كل هذا ليس محبة لعمر يا لك من مروض للحقد والكراهية بل محبة لعمر رضي الله وعنده وبمناسبة الكلام على تزويد ابنته أم كلثوم لعمر انظروا كيف صحح هذا الرجل الرواية وانظروا إلى تبريراته ثم صحح رواية ذاك فرج غصبناه يا ويلتاه يا ويلتاه أهذا هو علي الكرار أهذا هو علي الكرار الشجاع تغتصب ابنته ويرضى بذلك لسنتين ولا يقاوم عمار أيعقل أيعقل أن يفعل هذا أبطل الأبطال عندكم والله لا يفعلها أخص الناس في العالم كله أبدا ثم ثم انظروا بعد ذلك ماذا قال من أجل يذكر أم كلثوم هي بنت الزهراء أو لم تكن ابنة الزهراء قال إن ذلك فرج غصبنا وهذه رواية صحيحة وهذه رواية صحيحة وهذه رواية صحيحة عن ابن أبي عمير ثقة عن هشام ابن شالم وهو ثقة عن حماد وهو ثقة عن زرارة وهو ثقة عن أبي عبد الله عليه السلام فإذا وجدت الرواية التي هي صحيحة كيف يمكن لنا أن نردها رواها الكليني عن علي بن إبراهيم وهو ثقة عن أبيه وهو أيضا ثقة عن ابن أبي عمير ثقة عن هشام ابن شالم وهو ثقة عن حماد وهو ثقة عن زرارة وهو ثقة عن أبي عبد الله عليه السلام فإذا وجدت الرواية التي هي صحيحة كيف يمكن لنا أن نردها حسب دلالة الأحاديث الصحيحة أن عمر تجوج من أم كثير صحيح لكن بعد أن هدد أمير المؤمنين سلام الله عليك ما دل عليه روايات صحيحة عندنا أنه هدده بأنه إذا ما وافق على الزواج فإنه سيقيم عليه شهادة بأنه سرق وسيقطع يده في السرقة فالمشأة فالمشألة دارت بين حفظ الإمامة أن الإمام هل يجب عليه أن يحفظ الإمامة أو يحفظ بنته حفظ الإمامة أو لا لأنها متعلقة بمشالح الدين فلذلك الإمام رضخ مكره ولهذا روي عن الشادق شلام الله عليه أنه قال ذلك فرج غصبناه فليست المشألة راجعة إلى ما يقوله هؤلاء أن عمر ولهذا جوجه محبة له مع أنه هم يرون أيضا أن علي عليه الشلام لما خطب منه عمر قال إنها شغيرة قال إنها شغيرة قال إنها شغيرة وعمر بن الخطاب في ذلك الزمان كان عمره حوالي 55 سنة أو 56 سنة 55 سنة عندما كبرت فات أم كل يوم صار عمره حوالي 9 سنوات عمر بن الخطاب كان عمره حوالي 60 سنة هاي ممكن 65 سنة هل يعقد يتزوج من بنت طفلة عمرها 8 سنوات أو 9 سنوات وهو عمره ما يقارب الـ 65 سنة هل يدخل العكس طبعا هذا أحد عوام الشيعة أصيب بالجنون من اعترافي علي المحسن بهذه الحقيقة فأراد أن يطعن بذلك عن طريق المقارنة بالسن بين عمر وأمي كلثوم لكن نحن نحن أن علي سارع إلى تزويج ابنته فرصة فرصة حدا بصحله يزوج بنته من عمر أو الله لو كانت بنتي عمرها ست سنين لزوجتها لعمر الله أكبر إنه شرف عظيم لعلي كما أن ابنته شرف عظيم لعمر الله أكبر اجتمع الشرف في رجلي الشرف وأنتم طعنتم في الاثنين مش بس بس سيدنا عمر طعنتم بس سيدنا علي لأ كفر جنغص ابناه إنها صغيرة ويلا ما عليش ما بدي أعمل مشاكل خلص بزوج بنتي سمي ابني عمر ما عليش ما بدي مشاكل أنا أنا ما بدي مشاكل فانظروا كيف رد عليه علي المحسن ورد رأيه الباطل في موضوع المقارنة في السن استمعوا إليه وهو يقول ما يلي أما بالنسبة إلى ما تفضلتم به من أنه من جهة يعني بلغة الأرقام كما ذكرت هل يمكن أن يتزوج عمر الذي هو عمره مشارف إلى الخمسين أو فوق الخمسين يتزوج بامرأة بطفلة عمرها تسع سنوات نقول لا مانع من ذلك يعني لا مانع عقلي ولا شرعي ولا عرفي في ذلك الزمان في ذلك الزمان ممكن حتى في زماننا هذا لو أنه واحد ثري وتزوج امرأة صغيرة شكرا لك على عدم الممانعة والمقاومة يا لطيف والله بيستاهل بيستاهل إمامة مدى الحياة هذا عمر إذا عم يخوف الأسود سيدنا علي مصوف بالأسد هيك هيك الأسد بيعمل تنضرب زوجة سيدنا علي بيروح بيروح بيهدي الضارب بنته يسلب الإمامة بيروح يسمي شو اسمه ابنه عمر عفوا أني في شي غلط يا أما سيدنا علي غلط يا أما أنتو غلط واحد من اتنه يا هو غلطان يا أما أنتو غلطان يا هو والله إن شاء الله لو صرته مليارات شيعة وأنتو على غلط وهذا اللي عم بيجيبوه يطعم بي سيدنا علي سيدنا علي أفضل منكم كلكم ولا يمكن أن يكون سيدنا علي هيك أبدا إذن يلزم أن علي ينساهم في إعادة الدين إلى النقص ببيعته أبا بكر وعمر وعثماء كذلك الحسن كذلك لما بايع معاوية هو الحسين ها كذلك عاد قدوة اقتداء بأبيهما نعم عاد بالدين إلى النقص ثم كل تبريرات الشيعة واهية في قضية لماذا بايع الشيخين مثل أنه فعل مثلا مراعاة لوحدة الأمة فما باله لم يراعها مع عمر مع معاوي عفوا ليش كمفروض بما أنه بيعلم الغيب أنه ما يقاتل معاوية ليش لأنه يعلم أنه حيصير في فتنة بعدين ويتفرق الصف كمفروض أنه ما يحارب معاوي ها طب ليش شو يعلم بالغيب طب ليش كمفروض مفروض كان ما يبايع أبا بكر وعمار لأنه يعلم بالغيب أنه شو أنه الأمور سوف تسير على أحسن ما يرام وأن الشيخين سوف يقيمان الأحكام وينهضا بالأمة ويفتحان الفتوح إلى غير ذلك فمفروض كان شو ما يبايع راح وحارب معاوية على أساس أنه مفروض كمان أنه ما يحاربوا لعلمه أنه هالشي سيؤدي إلى تفرقة المسلمين أنا بدي أعلم كيف أنت بتدعو أنه أنه سيدنا علي يعلم الغيب شوفوا فإذا كذلك يقولون النبي أمره بالصبر ممتاز قال له بس تصفر على أبو بكر وعمر وعثمان بس إياك تصفر على معاوية ها هو قاتله إن قلتم أن علي كان مرغما وضعنا هذه العبارة العلوية في نهج البلاغ أمامكم دعوني والتمس وغيري فإني لكم وزيرا خير لكم مني أميرا صريح ما كان مرغا عرضت عليه فرفضها بعضهم شو قال يعني أصلا كان علينا أذن قال شو هلا هذا ما أبدئ كمفروب من أول تعطوني هذا ما أبدئ أنا زعلين وعن القرآن جمعتوا القرآن قرآن كن غير كامل بس مشان قيم الحج عليكم حق فيها وأرز علين إن شاء الله عمر ما حدا قرأ القرآن لكن السؤال الآن هل أوصل الله الأمة إلى هذه المعضلة بحيث لا يكمل الدين إلا بإمامة شخص ثم ينقص الدين بسبب عجز مستحق الإمامة عن عن تقلد منصف الإمامة ومش بس سيدنا عليه بالنقص ببيعاتي لأبي بكر وعمر وعثمان لا بقي ناقصا حتى في عهد عثمان بقي حوالي تقريبا خمس سنوات وشوي مع خلافة ابنه الحسد يعني أهل البيت ما حكموا إلا أربع سنين ونص إلى خمس سنوات بس بس يعني الله هدد نبيه من أجل إمامي بتبقى خمس سنين معقول الكلام بالله معقول هذا بصدق هل يخلف الله وعده فيعد بالعصمة ثم يخلف وعده ولا يساعد مستحق الإمامة أليس مراعاة كمال الدين أهم وهل لا تتوحد الأمة يعني لا تتحقق وحدة الأمة إلا بنقص الدين وين عقية اللطف هل لم يعد ممكن تحقيق وحدة الأمة إلا بوقوع النقص في الدين ما عاد ما عاد تتوحد الأمة ما عاد يتمر الدين إلا ب بإيش بوقوع النقص إذن يلزم أن سيدنا علي تعمد إنقاص الدين تعمد إنقاص الدين وتعمد ابنه الحسن إنقاص الدين بترك الخلافة وتسليمها لمعاوية وبقي الدين ناقص حتى اليوم هل يحقيق الشيعة والله لم نفتري عليهم ولم نذكر شيئا من عندنا لكن هذا ما سطرته كتبهم بئس الاختيار من علي أن يختار ما يبقي معه الدين ناقصا إن كنتم صادقين وإذا كان لزاما عليه كان لزاما عليه أن يتخذ موقفا من أجل أن يبقى الدين كاملا كمفروض يرفض بيعة أبي بكر وعمر وعثمان ليش؟ حتى يبقى الدين كاملا وحتى لا يكفر لأن مبايعة من لا يستحق الإمامة كفر فهو عندكم قد كفر بترك الإمامة ومبايعة الشيخين بما تسبب بعودة الدين إلى النقص قبل بلاغ النبي الإمامة بعلي بالله كيف سيكون موقف الكفار من هذا الدين وكيف ستكون نظرتهم إليه وفيه من يلتزم نقص الدين وتحريف كتابه واختفاء إمامه ثلاث مصائب الآن شو حيام الشيخة بالله عليكم إذا قلتم أنه بايع الشيخين لصيانة وحدة الأمة فلماذا لم يبايع معاوية صيانة لوحدة الأمة كذلك مع العلم أن بحربه لمعاوية قد انشقت الأمة إلى حزبين وفرقتين كيف يراعي وحدة أمة بقيت موحدة لكنه لم يراعي وحدتها مع معاوية فبقيت ممزقة حتى اليوم ما هذه القرارات العلوية المتسببة بنقص الدين في الإمامة ببيعته للشيخين ونقص الدين كذلك عن طريق إخفاء القرآن حتى بقي الناس على جمع قرآن أبي بكر وعمار كل هذه لوازن تثبت صحيح أن الدين كامل أشهد لكن أشهد أن هذا الدين مليء بالثغرات والتناقضات أعني بذلك الدين الرافض السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر